السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الأحبة الكرام أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية أهل الجنة وتحية أهل الجنة السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركاته سعداء بهذا اللقاء في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر الفضيل العظيم شهر شعبان الذي هو تقدمة لشهر رمضان هذا الشهر سمي شعبان لأنه يتشعب فيه خير كثير وفيه ترفع الأعمال وتغفر الذنوب والليلة هي ليلة من أعظم الليالي هيتان ليلة عظيمة عند الله بعد ليلة القدر وهي ليلة النصف من شعبان نحمد الله تعالى ونشكره أن أطال لنا في العمر وأمد لنا في السنوات حتى أدركنا هذه الليلة ليلة النصف من شعبان هذه الليلة عظيمة القدر فيها أسرار وفيها حكم وفيها كرامات وفيها أشياء كثيرة سوف نتعرف عليها جميعا وإياكم ليلة النصف من شعبان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي لنا عن حقيقة هذه الليلة أنها رأت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كعادته ولكن في هذه الليلة صلاة طويلة وأطال السجود كان يصلي ويطين السجود قالت حتى ضمنت أنه قد قبض لأن هذا السجود الطويل يدخل الشك في القلب فلان ربما قد توفه الله لأنه سعات وهو ساجد بالليل خشيت أمنا عائشة أن توقض النبي الكريم وهو ساجد فلما رفع رأسه من السجود فرحت علمت بأنه كان فقط في مناجات مع ربه وعندما فرغ من صلاته تعجلت وقالت يا رسول الله ضمنت أنك قد قبضت لطول سجودك فما الذي حصل فقال يا عائشة أو تدرين أي ليلة هذه قلت الله ورسوله أعلم فقال النبي الكريم هذه ليلة النصف من شعبان هذه ليلة النصف من شعبان الله عز وجل يطلع على عباده فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم ليلة عظيمة الله تعالى جل جلاله يطلع في هذه الليلة على كل عباده في كل مناطق العالم فيغفر للمستغفرين كل من طلب المغفرة وكل من استغفر يغفر له ويرحم المسترحمين كل من طلب الرحمة وطلب الفضل يعطيه ويؤخر أهل الحقد كما هم يعني كل من يحمل في قلبه حقدا وغضبا وروح انتقام يتركهم كما هم هذه هي الليلة الليلة النصف من شعبان تسبق يوم خامس عشر هذه الليلة تسمى بتسميات كثيرة نظرا لفضلها تسمى الليلة المباركة وفعلا هي ليلة مباركة كما سوف نرى وتسمى بليلة البراءة أي أن الله تعالى يحكم بالبراءة على عباده المؤمنين حكم جماعي من لدن لطيف خبير وتسمى ليلة الغفران والعطق من النيران الله تعالى يغفر للجميع مغفرة شاملة ويعتق الجميع من النيران وتسمى أيضا ليلة الدعاء لأن المطلوب فيها أن المؤمنين يكثرون من الدعاء وتسمى كذلك ليلة الإيجابة لأنه وعد من الله أن يجيب كل داع في هذه الليلة المباركة وتسمى ليلة الشفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للمخطئين من أمته وتسمى ليلة القسمة لأن الله تعالى يقسم فيها الأرزاق ويقسم فيها الأقدار ويقسم فيها كل ما يتعلق بأمور البشر خلال تلك السنة يقع فيها تقدير الأقدار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة الزهراء قال وتعلمين يا فاطمة أي ليلة هذه إنها ليلة النصف من شعبان فيها تقسم الأرزاق وفيها تكتب الأجال وفيها يكتب وفد الحجاج وذكر أشياء كثيرة أشر سيدنا النبي لابنته فاطمة بأن في هذه الليلة الله تعالى يقسم الأقدار على العباد ويقدرها ومن ذلك أنه يقسم الأرزاق يعني كل ما سوف تكسبه خلال السنة المقبلة إن شاء الله ربنا سبق في علمه الأزلي وكتبه وقدره رفعت الأقلام وجفت الصحف وأيضا الأجال من مننا سوف يعيش ومن مننا سوف تقبض روحه أسأل الله أن يطل عمر الجميع وفيها يكتب فد الحجاج يعني القرعة للحج تتم فوق الأرض ولكن في الحقيقة هي تتم عند الله في السماء الله يختار من سوف يكون ضمن وفد الحجاج الميمين هو يختارهم ثم بعد ذلك تقاع القرعة في الأرض ويسهل الله الإجراءات الإدارية ولكن الأصل قد كتب عند الله في السماء هذه الليلة المباركة أي الأحباب الكرام هي ليلة ليست كسائر الليالي نحن الآن في ليلة مباركة ربنا يطلع فيها الملائكة على تفاصيل ما يحدث في هذه السنة إلى مثلها من العام القابل كل ما قدره على العباد ويصيبهم من موت أو حياة أو ولادة أو أرزاق أو مرض أو صحة أو زواج أو طلاق أو غير ذلك كل شيء ربنا يكتبه الله عز وجل على كل شيء قدير كل يوم هو في شأن هكذا قال عن داته العلية كل يوم هو في شأن سيدنا النبي فسر هذه الآية بقوله يعني يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع أخرين كل يوم هو في شأن بمعنى أن القدر متحرك في في عطاء في منع في رفع في وضع وهذا يوفع قول الله تعالى سبحان الذي يغير ولا يتغير سبحان الذي يغير ولا يتغير الله يغير الأشياء ويغير الواقع ويغير نفوس الناس ويغير الأقوام ويمضي أمم وتغيب أمم وبعضهم فوق الأرض وبعضهم تحت الأرض ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتغير كل يوم هو في شأن قال ربنا عز وجل عن هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم أي أن الله يفرق الأرزاق ويفرق الأقدار ويفرق الحياة والموت بعض المفسرين قالوا بأن هذا خاص بليلة القدر هناك من جعل خاصة بليلة القدر الليلة المباركة التي يخير عند الله من ألف شهر ومن من قال إنها خاصة بليلة النصف من شعبان على أي هذه الليلة هي من أفضل الليالي على الإطلاق في السنة بعد ليلة القدر ليلة القدر هي الأعظم وتليها في الدرجة ليلة النصف من شعبان فيها يمنح الله العباد فضله ويغفر ويغفر لهم بمنه ليلة ربنا عز وجل آل على نفسه ألا يرد سائلا كل من سأل سأل سؤالا وطلب طلبا ربنا يعطيه ما لم يسأل عن معصية أو قطيعة رحم أطلب ما تشاء أطلب المال أطلب الزواج أطلب الصحة أطلب الصفر أطلب الحظ السعيد كل ما طلبته في هذه الليلة ربنا لا يخيب ولا يرد سائلا ما لم يسأل عن معصية أو قطع الرحم لأن هذه الليلة يفتح الله فيها أبواب السماء يفتح فيها أبواب الرحمة ويفتح فيها أبواب الرضوان ويفتح فيها أبواب المغفرة ويفتح فيها باب الفضل وباب التوبة وباب النعمة وباب الجود وباب الإحسان جميع الأبواب أبواب الخير كل لغة يفتحها المولى هذه الليلة ما يدعو فيها مسلم إلا أستجيب له ولا سأل فيها إلا أعطي ولا استغفر فيها إلا غفر له ولا تاب فيها تائب إلا وتاب الضهو عليه من حرم خير هذه الليلة فقد حرم خيرا كثيرا هذه الليلة هناك من سوف يحرم منها فيها فضائل وفيها كرمات وفيها مغفرات هناك من سوف ينال منها النصيب الأوفر وهناك من سوف يحرم منها لذا أدعوكم أيها الأحباب الكرام أن توبقوا معنا إلى ختم الحلقة لكي ننال وإياكم فيها نصيبا الله تعالى في هذه الليلة يطلع فيغفر لكل مؤمن قائم يصلي أو قائد يسبح أو راكع أو ساجد أو ذاكر على ما يفعل وهذا ما أكده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الله يمهل حتى إذا ذهب الثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع ويظل ربنا عز وجل ينادي في الثلث الأخير من الليل حتى ينفجر الفجر يظل يقول يا عبادي هل منكم من مستغفر هل منكم من تائب هل منكم من سائل هل منكم من داع ويستغفر للمستغفرين ويتوب على التائبين ويعطي السائلين ويمنحوا الداعين حتى ينفجر الفجر أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت ماذا كان يقول النبي الكريم في هذه اللحظات قالت سمعته يقول في السجود أعود بعفوك من عقابك وأعود برضاك من صحتك وأعود بك منك لا أحصي تناء عليك أنت كما أتنيت على نفسك كان يمجد الله وكان يتني على الله وكان يلتمس العفو من الله وكان يلتمس الرضا من الله يخاف من عقابه ويخاف من صحته وكان يتني عليه لا يحصي تناء عليه هذه الليلة أيضا أيها الأحبة الكرام يقال بأنها ليلة الصلاة على النبي لماذا تسمى هكذا ليلة الصلاة على النبي قيل على الأرجح أن الله تعالى أنزل فيها قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلم قيل في هذه الليلة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تراكمت عليه الهموم والكروب واشتدت عليه الحياة وغلب سيدنا النبي غلب لواقع الأمر الذي كان يعيشه هناك حصار من المشركين هناك هناك تضييق على المؤمنين وكان يعاني من الفقر والشدة وهناك المنافقون الذين كانوا وسط المدينة المنورة يكيدون له كيدا وسيدنا النبي وحيد كان يرى وجهه يظهر وكأنه رمادي من شدة الحزن وفي هذه الليلة لما خرج عند صلاة الفجر رأى وجهه يتهلل وكأنه مذهب رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نور عظيم وسعادة وبشر فقالوا يا رسول الله ما الذي وقع تركناك بالأمس ووجهك متماعر والآن وجهك يتلألأ كأنه مذهبة قال بعد الآن ليس هناك لا هم ولا غم وقد أكرمني ربي سبحانه وتعالى بهذه الآية وتلها عليهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بمعنى أن الله جل جلاله في عليائه وسمائه يصلي على هذا النبي وهو عبد بشري والملائكة الأطهار كلهم في السماء يصلون على هذا النبي ثم قال ربنا يا أهل الأرض يا أيها الذين آمنوا يا من أنتم على الأرض صلوا عليه وسلموا تسليما فيقال هي ليلة الصلاة على النبي والمطلوب أننا نكثر فيها من الذكر خصوصا نصل على سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد في ذلك على خير خلقك شفيعنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها ربنا يفرج الهموم ويفتح أبواب المغلقة ويفرج الكرب أيضا هذه الليلة أيها الأحب الكرام تسمى أيضا بليلة تحويل القبلة لأن القبلة قبلة المسلمين ستتحول من بيت المقدس إلى الكعب المشرفة في مثل هذه الليلة المسلمون لما شرع الله الصلاة في أول الأمر كانت قبلتنا نحو بيت المقدس المسلمون الأوائل كانوا يسلدون إلى فلسطين إلى بيت المقدس لا يصلون إلى الكعبة المشرفة لماذا لأن الكعبة كانت محاطة بالأصنام وبالأوتان كان فيها أكثر من ثلاثمائة وستين صنم وربنا عز وجل جعل القبلة الطاهرة هي القدس الشريفة بيت المقدس وقد فرح اليهود والنصارى بذلك لكن سيدنا النبي كان يتمنى أن تكون القبلة هي الكعبة المشرفة بيت الله العظيم وقبلة إبراهيم الخليل فكان سيدنا النبي يدعو الله تعالى أن يغير القبلة ونزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة كان الصحابة يصلون العصر وفي هذا اليوم مثل هذه الليلة سوف يتم تحويل آخر صلاة صلوها هي العصر صلوا ركعتين في اتجاه بيت المقدس ثم استداروا وصلوا ركعتين في الكعبة المشرفة والمسجد الآن يسمى مسجد القبلتين يوجد في المدينة المنورة ولما جاء مغرب اول ليلة وهو ليلة النصف من شعبان صلوا جميعا مباشرة وبغير تردد نحو الكعبة المشرفة فكان يوما عظيما يوما مباركا اذا ايلا احباب الكرام لو استمرين في ذكر مناقب هذه الليلة المباركة لن نحصيها لكن المشهور ان هذه الليلة هي ليلة الرحمة وهي ليلة الغفران ربنا عز وجل يبسط رحمته وغفرانه على كل خلقه الا على اثنين اثنين من خلقه ربنا لا يغفر لهم فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه يغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن هذا حديث عظيم القدر الله تعالى في هذه الليلة ونحن الان ايها الاحب الكرام نحن في هذه الليلة نحن محظوظون لان الله تعالى مد لنا في العمر لان الله تعالى جعلنا نعيش حتى ادركنا هذه الليلة غيرنا قد مات غيرنا قد دفن ونحن محظوظون ربنا زادنا في العمر حتى ادركناها هذه الليلة ربنا يطلع فيغفر للجميع يغفر للجميع إلا لإثنين لمشرك أو مشاحن من هو المشرك؟ المشرك هو الذي يعتقد بوجود الله لكنه يعتقد أيضا بأن هناك من يضر وينفع ويعطي ويمنع يعتقد أن هناك آلهة وأن هناك قوة في هذا الكون هي التي تستطيع أن تفعل وتتحكم في مصيره مع أن التوحيد معناه أن الله وحده لا شريك له هو الذي يعطي ويمنع هو الذي يضع ويرفع وهو الذي بيده الأمر كله فحداري وحداري من الشرك إنه الدنب الوحيد الذي لا يغفره الله تعالى إذا مات صاحبه فقد قال جل جلاله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني أيضا من آخر قمين بأن يغفره المولى عز وجل إلا الشرك فقد قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نحن مطالبين أيها الأحبة الكرام جميعا أن نصحح عقيدتنا في هذه الليلة عقيدة التوحيد وتصححها أن نردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهذه الكلمة الطيبة تصحح عقيدتنا وتنقيها من الشوائب سيدنا النبي قال إن الإيمان لا يبلى كما يبلى توب فجددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال بقولكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فالله تعالى يطلع في هذه الليلة ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن المشرك عرفناه من هو المشاحن المشاحن هو الإنسان الذي هو مخاصم ومغاجر لأخيه المؤمن المشاحن من الشحناء الشحناء هو الحقد إنسان في قلبه البغض في قلبه هوى في نفسه أنه يكره عنده كراهية يحمل في قلبه كراهية وبغضاً وحقداً على غيره قد يكون على إنسان مثله قد يكون بين الزوج والزوجة قد يكون بين الآباء والأبناء قد يكون بين الإخ والأشقاء قد يكون بين الجيران وكثيراً ما يكون بين الزملاء في العمل وغيره وقد يكون بين البلدان البلدان بلد يحقد ويخاصم بلداً آخر الله تعالى قال احذروا من هذه المشحنة فإن الله يغفر للجميع إلا لرجل كانت بينه وبين أخيه شحناء ربنا يقول انظروا هذين حتى يصطلح يغفر للجميع باستثناء المشرك والمشاحن يقول هذا بينه وبين أخيه شحناء انظروا هذين حتى يصطلح لعلهما يصطلح هذه الليلة لعلهما في آخر الليل يصطلح فيغفر الله لهما إنها ليلة عظيمة قال فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا كان ليل نصف شعبان اطلع إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي الكافرين ويدعوا أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه نحن أيها الأحبة الكرام مطالبين في هذه الليلة بأشياء أولا مطالبين بأن نحقق عقيدة التوحيد في قلوبنا بكلمة لا إله إلا الله نرددها كثيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمر الثاني أننا نزيل البغضاء من قلوبنا ونزيل التحاسد والتدابر من بيننا والأمر الثالث هو أن نكثر في هذه الليلة من الدعاء 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 نطلب من الله تعالى ما نحن في أمس الحاجة إليه علينا أن نعمل بوصية النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كان سيدنا النبي دائما يوصي بأن ننزع من قلوبنا البغضاء والتحاسد والتدابر كان يطلب مننا أن نكون جميعا إخوة متحابين وكان يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام خيركم من يبدأ بالسلام يحمل الهاتف الآن ويسلم على العائلة والأحباب كيف حالكم مبروك عليكم هذه الأيام السعيدة تبدأ العائلة والمخاصمين تبدأهم بالصلح بتحية الإسلام أولا ثم بالكلمة الطيبة ولك الأجر ولك التواب الكبير ألم يقل ربنا عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فعلينا أن نسرع أيها الأحباب الكرام هيا بنا نصل من قطعنا ونعفو عمن ظلمنا ونعطي من حرمنا هيا بنا جميعا نعمل بوصية رب العالمين الذي قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ربكم من أعلى السماوات ينادين وإياكم بهذا الدعاء أي أصلحوا ما بينكم بالمودة وأتركوا النزاع والخصام إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء شعارنا هذه الليلة جميعا أيها الأحباب الكرام ينبغي أن يقوم هو قول الله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم هذا هو الشعار الذي ينبغي أن نرفعه جميعا لتسقط كل الشعارات الأخرى الداعية إلى الكراهية والداعية إلى الحقد والداعية إلى الصراع والداعية إلى التنابض تسقط كل الشعارات ويحيى هذا الشعار الخالد المتمثل في قول الله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم هذه الليلة أيها الأحباب الكرام علينا أن نكتر فيها من الدعاء تسمى ليلة استجابة الدعاء لأن الدعاء على علامة الإيمان وحينما تدعو الله تعالى معنى ذلك أنك توقن بأن الله موجود وأنك مؤمن بأنه يستمع إليك وأنك على يقين بأنه سوف يستجيب لك الدعاء مخ العبادة ربنا قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقد ذكر الصلحاء بأن الدعاء يستجاب في خمس ليال خمس ليال الله يستجيب فيها الدعاء ليلة الجمعة ونحن الآن في ليلة الجمعة نحن الآن ليلة الجمعة نصفي من شعبان سبحان الله وفقت ليلة النصفي من شعبان هذه السنة ليلة الجمعة فنحن مطالبين إن شاء الله تعالى بالإكثار من الدعاء كيف نحيي هذه الليلة هي إحياؤها يبدأ مباشرة بعد سنة المغرب بعض الصلحاء وضعوا برنامجا تعالوا نتأسى به صلحاء من أهل الخير من أهل الفضل والإيمان تبدأ بقراءة سورة ياسيم نقرأ جميعا سورة ياسيم ثم بعد ذلك نبدأ بالدعاء والابتهال إلى المولى ونسأل الله تعالى قوة الإيمان ونسأله الصحة والعافية ودفع البلاء والكرب نسأله طول العمر ومباركته ونسأله الزيادة في الرزق وجمع الشمل هيا بنا أيها الأحباب الكرام معا وسويا نحيي هذه الليلة نبدأ أولا بتلاوة سورة ياسيم ثم بعد ذلك نبدأ في التسبيح والتهليل وفي الدعاء للحق عز وجل إذن جميعا كل واحد يفتح مصحفه على سورة ياسيم وهي تقرأ في مثل هذه الليلة لأن سورة ياسيم هي قلب القرآن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم كان يقول لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسيم فمن يقرأ هذه الصورة المباركة ربنا يصلح قلبه من كان يشعر بأن قلبه ميت أو أن قلبه مليء بمشاعر الحقذ والكراهية والبغضاء ولا يستطيع أن يتخلص منها ما عليه إلا أن يقرأ هذه الصورة المباركة أو يستمع إليها خاشعا فإنها تزيل عنه ما يشعر به داخل قلبه من أكثر ومن مشاعر سلبية حقد وكراهية ويملأها الله تعالى بنور الإيمان ونور اليقين والمحبة والوئام قلنا أيها الأحب الكرام بأن هذه الليلة هي ليلة الدعاء وسوف نؤخر الدعاء إلى ختام الحلقة يكون دعاءا جماعيا دعاءا مباركا للجميع فيه تناء على الله وتمجيد لله رب العالمين وتسبيح وتكبير وتهليل وفيه دعاء طويل للجميع بالرحمة والمغفرة والرضوان والشفى والصحة والمال والرزق الوفير وصلاح الأولاد والعائلة والأحباب ولكن اللحظة أيها الأحبة الكرام يسعدنا أن نستقبل مكالماتكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله